السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم عزيزي الكرام عزيزي الكريمات فيديو جديد على قناتكم تربويات من أستاذ محمد البخاري وهذا الفيديو ان شاء الله سيخص مادة الناشاط العلمي بالنسبتي للمستوى الخامس ابتدائي النموذج رقم اثنان ودائما في اطار فروض المراقبة المستمراء المرحلة الثانية المستوى الخامس ابتدائي اذا اللي باقي ما تفرش فقاع الفروض اللي يدرت في القناة يمشي لدسكريبسون يمشي لصندوق الوصف غادي يلقى بزاف ديال اليام بزاف ديال الروابط ديال الفروض يتفرج ليهم ان شاء الله غادي يفهم معي الدروس وكذلك الفروض وغادي يكون اتم استعداد ان شاء الله الفروض دياله مع الأستاذ دياله في القسم اذا مرحبا بكم اذا هنا عندي فرض في مادة الناشاط العلمي نموذج رقم اثنان هنا ربعة الانشطة باللغة العربية والنشاط واحد باللغة الفرنسية في اطار التناوب اللغوي اذا نبدأ على بركته الله بنشط رقم واحد على جوجة النقط وصنفوا الممارسات الضارة من الممارسات المفيدة للتربة والبيئة بوضع علامة فيه اذا هنا عندي مجموعة من الممارسات اذا كانت هذه الممارسات مفيدة سنزولي اخوة هنا اذا كانت ضارة سنزولي اخوة هنا قطع الأشجار وش هي ممارسة مفيدة أو ممارسة ضارة إذن طبيعة الحال قطع الأشجار يعني إلا تقطعنا الأشجار بزاف من واحد المنطقة يعني تربة ما كتبقاش متماسكة وبالتالي هي ممارسة ضارة بالتربة وكذلك بالبيئة نسبة التشجير التشجير هو عكس قطع الأشجار التشجير هو مثلا واحد المنطقة ما فيهاش الأشجار جبنا مجموعة من الأشجار وغرصناهم تماماك على أساس أنها تولي منطقة فيها أشجار كثيرة وبالتالي هي ممارسة مفيدة للتربة يعني التربة كتصباح متماسكة وكذلك للبيئة الممارسة الثالثة إنجاز مدراجات زراعية إذن المدراجات الزراعية مهمة جدا وهي ممارسة مفيدة لأن ذاك المدراجات كي سهموا في التبات ديالتربة وكذلك يعطونا محاصلة زراعية اللي هي كبيرة صفين مزيان عندزو الممارسة الرابعة والأخيرة استغلال المفرد للغطاء النباتي نسبة استغلال المفرد للغطاء النباتي كي ظهرنا في الرأي الجائر الرأي والجائر إشنا هو الرأي الجائر هو مثلا الدماز ديالك والدلغنم ديالك والشيب لا صار وتبقى ترعى فيها يوميا هذا السلوك هذا أو لهذا الممارسة هذه ممارسة ضارة لأنه ذاك المنطقة ما غيبقاش فيها الغطاء النباتي يعني ذاك الأعشاب كاملة غدي تمشي وغدي تصبح ذاك التربة يمكن يوقع لها الحد والتعرية إذن هذه ممارسة ضارة بالتربة وكذلك بالبيئة ندزل الآن النشاط رقم 2 وحتى هو عليه جوجة النقط نتابعوا معي ضع علامة فيه أمام العبارات الصحيحة إذن سنضع علامة فيه قبل العبارات الصحيحة يعني مثلا كانت خطأة ما غندرك خواه إذا كانت صحيحة غندرك خواه العبارة الأولى التربة الرملية هي التربة الأقل نفاذية للماء إذن التربة الرملية هي اللي ما كتنفتش بزرد الماء واش هذه عبارة صحيحة ولا خاطئة إذن هذه عبارة خاطئة الصحيح ديلها هو أن التربة الرملية هي الأكثر نفاذية للماء هي التربة الأكثر نفاذية للماء لأنه في التجربة اللي رجعته للدرس غذي تلقاوه هي التربة اللي نفذت بزرد الماء بالنسبة تقريبا كتر من 90% صفاين؟ دوزو العبارة الثانية وهي الرياح ليس لها تأثير على التربة الرياح ما عندهاش تأثير على التربة من طبيعة الحال هذه عبارة خاطئة لماذا؟ لأن الرياح عندها تأثير كبير على التربة زحف الرمال من أسباب التصحر هذه عبارة صحيحة لأنه زحف الرمال هي من الأسباب المهمة والمؤثرة والمؤدية إلى التصحر صفاين؟ العبارة الرابعة الرعي الجائر عامل طبيعي ليس له تأثير على التربة إذن أولا منصب الرائي الجائر هو عامل بشري مشي طبيعي ليس له تأثير على التربة هو له تأثير على التربة إذن الرائي الجائر حنا شونا الفوق هي ممارسة ضارة تؤثر على البيئة وكذلك على التربة إذن العبارة الصحيحة الوحيدة وهي زحف الرمال من أسباب التصحر مازيان أدين دوزو الآن l'activité 3 qui est en français إذن أفصل على التربة إذن الرائيج لإذن رائحة أو خاصة يعنيً مالذي قد يكون طاقة لأن إخيل من Иراء حياة أستود و suffering أ OK المتحدقةaux أ Animal توجد كبيرة مع الهتمم powers قد تكون صوت قوص وستث Lamb هناك سبب ثم يكون هناك طاقة قوص بالتالي تكون تروى نباتية كبيرة وهذا ما يعطي تروى حيوانية كبيرة إذن يكون عبارة خاطئة هنا البرزفان يساعد المسادات المسادات الرياح يحفظ التربة من الحد هذه صحيحة لماذا؟ لأننا نقوم بعملهم على أساس لكي يصدرنا الرياح التي تؤثر بطبيعة الحال على التربة وكحدث الحدث والتعرياء بالنسبة للعبارة الأخيرة الرابعة يحفظ التربة المسادات المسادة يعني التربة الصالحة للزراعة تتميز بنفادية متوسطة هذه عبارة صحيحة لأن تربة صالحة الزراعة لا يجب أن تكون لديها نفادية كبيرة وفي نفس الوقت لا يجب أن تكون لديها نفادية قليلة إذن ستكون موينة يعني متوسطة موينة سابقا ندزل النشاط الرابع والأخير نشاط الرابع نشاط الرابع بالنسبة للنشاط الثلاثة نشاط الرابع أكمل الفراغات بما يناسب الرأي الجاغر حت طبيعية الرياح إذن عندي أربعة ديال فراغات وكذلك أربعة ديال الكلمات سنكمل بها تخضع التربة لعوامل متعددة إذن التربة تخضع لماذا؟ تخضع لعوامل حت أربعة ديالك يعني ذلك الأوامل لك تساهم في الحت ديالها إذن تخضع التربة لعوامل حت متعددة منها إذن هذه مشات منها عوامل كالأمطار والمياه الجارية إذن الأمطار والمياه الجارية هي عوامل طبيعية إذن منها عوامل طبيعية طبيعية كالأمطار والمياه الجارية وبحالة شخور والرياح وعوامل بشرية إذن هذه ما بتلسى بهم عوامل طبيعية يعني الله سبحانه وتعالى وعوامل بشرية كقطع الأشجار وهذه عوامل من صنع البشر كقطع الأشجار والرأي الجائر والرأي الجائر أي استغلال مفرد للغطاء الناباتي إذن الرأي الجائر وبهذا قد نكون كملت لفيديو دي اليوم لأنك يخص الفرد الثاني المرحلة الثانية مادة النشاط العلمي الدورة الأولى طبيعة الحال لنموذج رقم إثنان أتمنى أنكم تزيدوا الدعم وقناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالشراك والضغط على زر الجرس لكي يفكروا لكم جميع الفيديوهات التي نقدم كان معكم الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة